جدينا دلوقتي معدنا مع موجز لأهم الأنباء مع المياء تفضلية المياء شكرا أحمد أتى ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ المستشار الألماني أولف شولتس على هامش نعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ كوب 27 وخلال اللقاء أشهد الرئيس السيسي بتطور مصار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وهو ما نعكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنصيق والتشاور السياسي ومن جانبه أكد المستشار الألماني حرص بلاده على دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعيا لتحقيق التنمية الشاملة خاصة من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الألمانية شهد الرئيس السيسي ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مشروعات القياسات الخاصة بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات وصراح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن ذلك جاء على هامش فعاليات القمة العالمية للمناخ كوب 27 والمقام حاليا في مدينة شرم الشيخ أعلنت بريطانيا عزمها تقديم قروض جديدة لدعم أكثر للدول أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ بما يشمل خيار تأجيل سداد الديون في حالة وقوع كوارث وقالت المالية البريطانية أن وكالة تمويل الصادرات البريطانية ستقدم مثل هذه القروض للبلدان المنخفضة الدخل والدول الجزرية الصغيرة النمية مضيفة أنها ستقدم تفاصيل القطط في مؤتمر الأمم المتحدة والمعنية بتغير المناخ كوب 27 تقدم وزير الدولة البريطانية جافين وليامسون باستقالات هنا بعد نحو أسبوعين من تشكيل الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة ريشي سوناك وبحسب تقارير صحفية بريطانية فإن استقالة وليامسون جاءت عقبة اتهام وزراء له بالتصرف بطريقة تنطوي على تنمر إلى الولايات المتحدة حيث أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكية فيما تتواصل عمليات فرز الأصوات وبحسب ما أفادت به وكالة رويترز فإن النتائج الأولية تشير إلى فوز العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في الانتخابات وذلك مع إغلاق صناديق الاقتراع في عدد من الولايات هذا ويجرى الانتخاب على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ وجميع مقاعد مجلس النواب والبالغ عددها 435 نظمت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية بمحافظة مطروح حول الحوار الوطني وأهم القضايا المطروحة على مائدته تناولت الجلسة عددا من الموضوعات الهمة والتي تهم المواطنين كالصحة والتعليم كما تطرقت الجلسة أيضا لأهمية الدور الرقابي للدولة وأهميته في ضبط الأسعار على وتنع الأهمية الانتهاء من قانون المحليات فاز بارشلون على مضيفه أوساسونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة عشر من الدور الإسبانية وسجل للفريق الضيف بيدرو ورافين بينما سجل ديفيد جارسيا هدف أصحاب الأرض ليرفع بارشلون رصيده إلى 37 نقطة في صدرة جدول ترتيب الليجة بينما تقدر تجمد رصيد أوساسونة عند 23 نقطة في المركز السادس نهاية مجاز التاسع ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل